بشأن أيضا التطورات الميدانية الأفصحة المتحدث باسم جيش الاحتلال بشأن مناطق الجنوب هل أفصحت إسرائيل عن استراتيجيتها في هذه المناطق لا ولا يزال هناك تعتيم إسرائيلي كبير على التحركات في قطاع غزة وحتى عمليات تضليل لا يوجد أي حديث إسرائيلي عن هذا الأمر أصلا كل ما عرفناه خلال الفترة الماضية كان بأثر رجعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن في أي مرة أنه انتقل من مرحلة إلى أخرى أو طبيعة المراحل التي ينتقل إليها كان يكتفي بالقول أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة في قطاع غزة دون أن يفصح عن طبيعة هذه المراحل أو عن مميزاتها فقط كنا نعرف طبيعة ما يجري في قطاع غزة إما من المصادر الفلسطينية الموجودة على الأرض أو من صور الأكمار الاصطناعية التي كانت تبين تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لكن كان لافتا اليوم حديث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما تطرق إلى بيام مقتضب صدر عن رئيس الأركان بأنه صادق على خطط عملياتية جديدة أن إسرائيل تمهد للمرحلة الثانية من هذه الحرب علما بأن كل البيانات التي صدرت تقريبا في كل مرحلة من المراحل المختلفة كانت تشير إلى بدء المرحلة الثانية من الحرب ومع ذلك الآن يصر الجيش الإسرائيلي على أنه ينتقل إلى مرحلة ثانية من هذه الحرب وليس إلى منحلة أخرى هذا يشير إلى أن جيش الاحتلال لا يعرف حتى الآن في أي مرحلة هو موجود من هذه الحرب وما هي المراحل التي أرادها منذ بداية الحرب حتى الآن وما هي طبيعة تقدم القوات بناء على الخطط التي وضعها منذ بداية الحرب كما أشار ضيفك رامي منصور منذ كليل لاحتلال الإسرائيلي لديه خطة تكتيكية ولا يملك أي خطة استراتيجية على ما يبدو للتعامل مع قطاع غزة